اشتركوا في القناة واليوم هي عطر ومباركة زيارة أديرتهم واليوم نحن في إحدى جولاتنا القبطية نجد أنفسنا في منطقة تسمى بارار بالقاس تابعة لمحافظة الدقهلية والتي تبعد 160 كيلو متر من القاهرة نجد أنفسنا في منطقة مباركة زارتها العائلة المقدسة وهي قادمة من بلدة سمنون واستقرت بها مدة غير محدودة من الزمن ولا توجد بها أثار باقية من مرور هذه الرحلة إننا اليوم في دير القديسة العفيفة الشهيدة دميانة أما كنيسة القبر أو كنيسة القديسة دميانة والأربعين عذراء فبنيت عام 1952 ميلادية على يد المتنيح الأنبا تيمو ثاوس ويقع بها قبر الشهيدة دميانة والأربعين عذراء موسيقى موسيقى المكان ده هنا كنيسة دي بتاعات قبر الشهيدة دي كانت من الأماكن اللي بناتها الملكة هيلانة ودشنها البابل عليكسندروس اللي هو حضر مجمع نقية والبابل عليكسندروس ده كان تلميذه القديسى أساناسوس الرسولي فالمابل عليكسندروس حتى أنه وهو اللي دشن كنيسة الابر اللي بناتها القديسة دميانة على قبر العزارة والقديسة دميانة في القرن الرابع الكنيسة هنا تعتبر أقدم كنيسة لما دي الكنيسة اللي بناتها الملكة نالة وبعد كده ابتدى عمار الدير وعمار المكان لكن طبعا تم تجديدها كتير وآخر تجديد تم في حبرية نيافتر الأنبابشوي في عهد خدست الباوش نودا ستيلس وحاولوا يرجعوها جابوا خبراء من سويسرا حاولوا يرجعوها لنفس التراز اللي كان بيبقى فيه المباني في القرن الرابع فتعاملت فعلا بالحجر الرشي وتعاملت بالطراز بتاع المباني بتاع القرن الرابع يعني كأنها كانت فعلا في الأصل مبنية بنفس الطريقة كده وعلشان أن الملكة هيلانا هي اللي بنات الكنيسة فنيافتر الأنبابشوي يحرص أنه يجيب جزء من رفاة القديسة الملكة هيلانا ويحطه تحت المسبح اللي على قبر القديسة دميانا علشان يعني تكريما لها برضو هي اللي بنات المكان وفيه عند برضو عند المسبحة الأبر القديسة دميانا فيه جزء من خشبت الصريب اللي كان يستايد المسيحة صلى الله عليه وتتبارك الكنيسة بوجود جزء من جسد القديسة الملكة هيلانا موسيقى 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 تم تجديد الكنيسة والقبر في عهد نيافة الأنبابشوي على طراز القرن الرابع الميلادي موسيقى 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 وإحاطت القبر بصور زجاجي ووضع على جانبي المذبح قبر القديسة دميانة عمودان من الرخام الأبيض من عصر الإمبراطورة هيلانة محلى بتاجين للأعمدة موسيقى 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 وأرش من الرخام مكتوب عليه اسم الشهيدة دميانة موسيقى 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 وآية عن الاستشهاد وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت موسيقى 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 أما مصدر تفرد الكنيسة نجده في أيقناتها التي تملأ جدران كنيسة قبر القديسة دميانة ولأن الأيقنات هي التي تكون عوناً للإنسان المسيحي طوال رحلته على الأرض تسنده وتعينه في ظروف حياته يقول المؤرخ الإنجليزي باتلر إذا طفت الكنائس المصرية ودخلت أصغر كنيسة من الكنائس رأيت علامات الرجاء تبدو على جدرانها تشاهد القديسين الأبطال مصورين بشكل يدل أنهم قتلوا ثعباناً أو أحد رؤساء العالم الشرير دون أن يجدوا في قتله عناءاً أما ألامهم وأوجاعهم فليس لها أثر في الرسم ولذلك نجد الكنيسة مليئة بالعديد من الأيقنات الأثرية الرائعة عيكونة للقديسة دميانة والأربعين عذراء من رسم الفنان إزاك فانوس ترجمة نانسي قنقر وأيقونة لرئيس الملائكة الجليل ميخايل أيقونة للقديسة العذراء مريم التي تمثل الطهارة تحمل السيدة المسيح له المد وأيقونة لأب الرهبان في العالم كله الأنبى أنتونيوس وأول السواح الأنبى بولا البيعصة الروسية اللي جات رمامت الأيقونات الأسرية كلها اللي في الدير وأزالت الهباب بتاع الشامع والشموع والحاجات دي وأبرزت الألوان ورمامت بعض الإصابات رمامت الأيقونات في منتهى الجمال وعملنا لها مأسورات حجرية في الحطان وحفظناها عشان ما تتحرقش من الشامع أو حد يعبس به وأروع ما تحتوي عليه الكنيسة النوافذ وهي عبارة عن أيقونات رائعة من الزجاج المعشق التي تتلألأ فيها الألوان بشكل متناسق ترجمة نانسي قنقر وإذا اتجهنا لندخل كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس المزاحم تجد مدخلاً أثرياً أمام الكنيسة يرجع إلى القرن الثامن الميلادي يتزين بالأعمدة والتجان التي تعل الأعمدة بالحجر الهشمي موسيقى 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 هو أمير الشهداء والشهيدة إنه أنا هي أميرة الشهداء أحبوا يعملوا كنيسة على اسمه أولى إن جسد الشهيد ماري جرجس مزاحم اللي استشهد في القرن الحداشر الميلادي في دمياط إنه الجسد بتاعه اتحط هنا لمدة تلتمائة سنة في الدير فربما على الأساس ده بنوا كنيسة على اسم ماري جرجس ولكن المطران لقى إن حصلت مشكلة إن فيه هنا جسد لماري جرجس مزاحم وعيد لماري جرجس وفيه في ماري جرجس ميدة مسيس عيد لماري جرجس فحصل صراع بين الماري جرجس وماري جرجس فراح نقل الجسد وده دمياط هو استشهد في دمياط بس كان عايش في دميرا والكنيسة بتاعته موجودة في بساطة النصارى في مركز طالخة وطبع أبروشيتنا برد فلما تنقل جسد ماري جرجس المزاحم راح دمياط لكن فضت الكنيسة على اسم ماري جرجس وحامل الأيقونات الأسري مكتوب عليه عمل برسم باعة شهيد ماري جرجس بدير الشهيد دميانا ببرية الزعفران بوادي السيسبان موسيقى 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 ثم ندخل الكنيسة وهي بحق كنيسة السماء موسيقى تتجسد فيها أصالة الفن المعماري ممتزجا بالروحانية الأرثوذكسية التي يرجع طراز مبانيها إلى الطراز القبابي المستخدم من حوالي أربعمائة سنة وهو عمر هذه الكنيسة موسيقى تتميز الكنيسة بوجود حامل للأيقونات أثري يتكون من أربعة أجزاء زين من الخشب وبه زخارف على شكل صليب موسيقى وكما اعتدنا في طقس الكنائس أن حامل الأيقونات يعلوه اثنى عشر أيقونة للآباء الرسل والقدسين موسيقى موسيقى وعمر هذا الحامل مئتي عام وتم ترميمه على أيدي متخصصين في عهد قداسة البابا شنود الثالث ونيافة الأنباب الشوي موسيقى موسيقى أما مصدر خصوصية كنيسة الشهيد ماري جرجس المزاحم بدير القديسة دميانا بالبراري المقصورة الأثرية التي يوجد بها أيقونة للقديسة دميانا ترتدي تاجا من الذهب مكتوب عليه مصر عام 1910 موسيقى 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 كما يوجد بالدير أول كنيسة في العالم على اسم الشهيد الوالي ماركوس والد الشهيدة العفيفة دميانا موسيقى والتي افتتحها نيافة الأنباب شوي بقداس خاص حضرته راهبات الدير والمكرسات في يوم الأحد الموافق 29 من مايو عام 2005 موسيقى 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 سنة 2003 تشفنا كنيسة أسرية تانية لكن الكنيسة اكتشفت على مرتين اكتشفت مرة سنة 1999 أو تحديدا اكتشف المسبح الجانبي لها وسنة 2003 لما استأذننا برضو هيئة الأثار نحن نشيل كنيسة الأنبى أنتونيوس اللي كانت مبنية فوقها وبدأت تظهر جدرانات الكنيسة الأسرية تحت منها وبدأينا ننظف التراب اللي موجود في صحن الكنيسة ظهرت كنيسة جميلة جدا من مسبح جميل واللقان موجود في الأرض لقان الفخار وتعتبر كنيسة واحدة من مسبحين وأكمل كانت فوق منها كنيسة الأنبى أنتونيوس فطبيعي تعتبر كنيسة مكتشفة باسمه كديسة العظيم الأنبى أنتونيوس ثم ندخل لنرى الكنيسة الكبرى وهي أيضا على اسم القديسة دميانة والأربعين عذراء تعتبر كنيسة حديثة بدأ العمل فيها عام 1925 على يد المتنيح الأنبى بطرس وقام قداسة البابا شنود الثالث بتدشين مسبحها التوسعات الحديثة اتسمت بالمحافظة على الطابع الأثاري للمكان ككل فنجد مدخل الكنيسة تعلوه أيقونة كبيرة بالفن القبطي للقديسة دميانة والأربعين عذراء تتزين الكنيسة بأيقونات وزخارف ذات طابع أثاري مع تغطية كل الحوائط بالحجر الهشمي المنقوش والأعمدة الكبيرة وتجانها والنقوش التي نقشت عليها موسيقى 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 المطرنة اللي قبل الانبا تموساوس يعني قبل الف سعوائة وتلاتين ميلادية بنى كنيسة خارج المنطقة الاسرية وسماها على اسم القديسة ميانة والاربعين عزراء عشان تساعل الناس الزوار في الاحتفال ببعدد كبير اول جاه نيافت الانبا تموساوس اللي اترسم سنة الف سعوائة وتلاتين وتوافى سنة الف سعوائة تسعة وستين اترسم بداله اوقه في المنطقة هنا قدمياتو البراري الانبا تموساوس الانبا تموساوس ساب تقريبا تلت الكنيسة الوراني وزحف الى الامام ودخل في المنطقة الى الشرق وسبب العمويد بتاعت الكنيسة من غير سقف وعمل سقف كان خشب فكان سهل انه يغير وضع السقف لانه كان خشب وبنى قبة كبيرة جدا فوق الهجل خرصانة مصلحة وعمل ناحية خشب وناحية خرصانة في الخرصين الجانبية الكنيسة دي هي الكنيسة الكبيرة اللي في مدخل الدير وانتو داخلين من الباب الشرق بتاع الدير الباب الرئيسية تلاقيها على ايدكو الشمال على طول الكنيسة دي الخشب السقف بتاعها ساوس فجان على وشق يقع ومسحتها كبيرة جدا فالمتنائح الانبر دراوس الاسخف اللي قابلي باع السقف بتلات تلاف جنيه وحط فلوسه في البنك وجاب زلط كتير خزنه جنب حتة الكنيسة وما استمرش في الاسخفية الا سنتين ونص تقريبا ثم تنيح تنيح في اربعة اغسطس سنة اتنين وسبعين وانا ترسمت اصغف في اربعة وعشرين سبتمبر في نفس السنة لما وصلت لقيت كميسة كبيرة فعل اسمه غير سقف طب اعمل ايه جبت مهندسين وعملوا رسومات وتصميمات وكده لقيت الوقت مش هيكفل غاية ما عشان احتفل بعيد الشهيدة دماني فاضطرينا اول سنة احتفلنا بالعيب والسقف كان كله فراشة من الخيم بتاعت السوانات اللي بيعملوها في العزة ده فغطناها كلها فبعد الايام حصلت عواصف اثناء الاحتفال فبقى السقف عامل زي شرع المركب كده يعني بعد الاحتفال اتضينا بقى نصب السقف الفرسانة وعملنا عمويد فرسانة من بر الكنيسة تشيل السقف والعمويد الدخلية فرممناها واستفدنا بيها وعملنا قبتين تاني بقوا ثلاث قباب فوق عمويد ده هو الخوارس البحري والقبل حليا بقى عملنا مسبح للامبراطورة هيلانا في الجانب البحري ففي الكنيسة الكبيرة دير القديسة الشهيدة ديميانا والاربعين عذراء بالبراري يتسم بالخصوصية الشديدة النابعة من سيرة هذه القديسة العظيمة الطاهرة تقضي معه جولة قبطية روحية قل ما تتكرف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر